من الأحداث المهمة اللي بنستناها من السنة للسنة معرض القاهرة الدولي للكتاب واللي بتبتدي الإعداد له قبل شهور من انطلاقه مبارح تم الإعلان عن شعار الدورة الخمسة وخمسين واللي هتنطلق يناير اللي جاي بالإضافة لعدد من الإجراءات اللي طبعا بتتزامن مع انطلاق عدد من المعارض في القاهرة والمحافظات وده اللي احنا شفناه على مدار السنة المعرض الرئيسي بيكون معرض القاهرة الدولي ولكن بيبقى فيه معارض فقارعية في محافظات على مدار السنة في مدار السنوات المختلفة كنا منشوف نسخ كل نسخة بيكون مميزة عن النسخ اللي قبلها ويمكن أثناء الجائحة حينما توقف المعرض كان فيه حالة حزن بتهيمن على عشاق القراءة لكن الحمد لله رجع ورجع بشكل أقوى ورجع كان فيه كمان دور للتكنولوجيا ويعني الحجز الأونلاين للتيكت الخاصة به ما يميز هذه النسخة وماذا تحتوي هذه النسخة تحديدا من تفاصيل مختلفة عما سبقها هو ده اللي نتعرف عليه بالتفصيل من خلال الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين ضفنا الكريم في الاستوديو صباحا خير فاند صباح نور عليكم وعلى المشاهدين الكرام كل سلام طيب وحضرتك بسلام سعيد يمكن خلاص كشفنا عن انطلاق النسخة الخمسة وخمسين نسخة أكيد إن شاء الله هتكون مميزة مختلفة إيه أهم ما يتضم هذه النسخة والحياة يعني ممكن يعني الوقت يقول أكثر من نصف خارج على المعرض الكتاب كأول معرض أو من أكبر المعرض العربية على مستوى العالم السنة دي طبعا بيبقى فيه كل سنة بيبقى فيه بعض الملاحظات وبعض نتعلم من أحطاء ما فيش حد كامل الكمال لله وحد لا بنحاول بكل سنة نحن نضيف شيء كل سنة نبقى أفضل ونلبي طلبات يعني فئتين أو الاتنين المستهدفين القارئ والناشر لأنه لو اجتمع القارئ والناشر هيتحقق الهدف من المعادلة بتاعتنا اللي هو المعرض يكون دورة نكحة بإذن الله السنة دي إحنا يعني مبكرا المنصة بدأت من يوم عشرة التقديم والغاية يوم 15 إن شاء الله في الشهر القادم فترة طويلة فيها كل الشروط العامة بالنسبة للقبول في المعرض من بدر التحدي الناشرين ما نبه على الأعضاء أنه الكل يستكمل أوراقه ويستعد على أساس أنه ما يخدش وقت كتير في التقديم ويكون ورقه مستوفي طبعا بيبقى فيه قبال كبير جدا من الناشرين على المشاركة السنة دي يمكن وصل عدد الناشرين الأعضاء في الاتحاد حوالي 1500 ناشر يعني إذا قلت يمكن أكتر من التلتين عندهم روبة جديدة جدا طبعا للمشاركة عندنا عدد كبير جدا من الناشرين اللي هو الحديثي العهد بصناعة الناشر اللي هو يمكن التحق بعد المعرض الماضي أو قبلها بحاجة بسيطة ولم تسنح لها الفرصة المشاركة السنة دي عنده روبة نشارك فالإخبال الكبير ده برضو بيخليني أتطمن على أن صناعة الناشر برضو ما زالت صناعة جاذبة للناشرين أو الشباب المصريين بالنسبة للقار للقار الحياة طبعا هو الهدف بالنسبة لنا أنه يكون فيه عدد كبير جدا من الإصدارات بالرغم من الظروف العالمية اللي موجودة الحرب من روسيا و أوكرانيا ولها أثر على مدخلات صناعة الناشر في ارتفاع التكلفة وبالرغم من ده بيبقى فيه فيه أكبر عدد ممكن حيتاح من الإصدارات الحديثة هذا العام إن شاء الله إن شاء الله إذا كان ورقي أو صوتي أو رقمي يعني الحياة بنشتغل على ثلاث اتجاهات دلوقتي وطبعا زي ما أشارت أن التكنولوجيا الحديثة اللي هي دور طبعا التكنولوجيا الحديثة اللي هي دور من بداية المنصة المنصة الآن مش لمجرد التقديم فقط لا ده التقديم وبعدين منصة للإصدارات كلها كل الناشرين كل الناشر بيضع إصداراته كلها على المنصة وممكن يبيع من خلال المنصة ونعمل خدمات التوصيل هل دبت مع متاحة طول أيام العام؟ آه طبعا لأ طوال المعرض لسه يمكن طبعا نفكر في حاجة زي كده هل السنة دي لبزارة الثقافة عاملة جهد كبير جدا ومعليل الوزيرة الدكتورة نيفيل على الرغم من كل تعرف السنة اللي فاتت الدولار كان سعره قد إيه من الناس ده اللي عايز أتكلم فيه مع حضرتك السنة اللي فاتت كان فيه تخوف كده من الناشرين المصريين إنه مش عارفين حيبقى الإقبال عامل إزاي على المعرض مش عارفين حيبقى مردود اللي حصل إيه ولكن كانت المفاجأة إنه ما شاء الله كان الإقبال رهيب وكان الموضوع أعتقد نطمن الناشرين هل السنة دي دخلوا كده بقلبي جامد وقالوا يلا احنا هل ندخل الكلام حديث طبعا يعني حي مية في المية والشيء جميل جدا إنه على قد التخوف على قد الهواجس اللي كانت كبيرة جدا وتحديت ويمكن بنحاول نطمنهم يا جماعة المعرض إن شاء الله يبقى كويس فأيام المعرض عكست كل هذي الهواجس وكان شيء مطامن جدا ويمكن أنا أقول له حقيقي يمكن أكبر أرقامة حياة في تاريخ المعرض مبيعات كانت المعرض العام الماضي أتمنى لسنة دي إنه إن شاء الله يعني خطوة على طريق النجاح بإذن الله ونحاق نتيجة طيبة ده ما حصلش غير بالاتفاق غير معلن بقى وضمني بينكم وبين بعض إنه لا يتم المغالاة في الأسعار بحيث إنه يقدر الناس وهي بتقبل على حضور المعرض إنها تقدر تشتري فعلا هو أقول حالف الحاج كل المعرض على مستوى الوطن العربي تكلفتها بالدولار أعلى من معرض القيارب كثير جيد أي معرض أقل معرض يمكن في بعض بلاد يعني عدد سكانها ما يجيش ربع مصر بتعمل حوالي عشر معرض في كل محافظة تقريبا وبالرغم ده في أخبال من الناشر المصري لأنه هو بيمثل يعني يمكن أكثر من خمسين في المية لرومانت الميزان لأي معرض عربي صحيح ومع ذلك المعرض القاهرات الدولي دايما يمكن بيبقى فيه عندنا في اللجنة العلية بيبقى فيه يعني عرفة مناقشات شديدة جدا هو في النهاية بتعود لصالح الناشر أنه إحنا أنا كممثل الناشرين المصريين وفي ممثل الناشرين العرب إزاي نوصل لمرحلة أنه أقل تكلفة ممكن أو أقل عبء ممكن يقع على كهل الناشر بحيث أنه يصل أنه يقدم خدمة طيبة يعني أنا مش عاوز أنه يحقق خسار النماء على يتعادل أو يكسب عشان يقدر يستمر وده كان الحاجة يعني يمكن بقى أكده دور معالي وزيرة الثقافة السنة الفاتة لما رحنا وعرضنا عليها النسب خفضت الرقم وكانت لسه يمكن متولية العمل صحيح فترة قصيرة جدا السنة دي الحقيقة رغم ارتفاع الدولار الكبير بالنسبة للجنين المصري الحقيقة معدل للزيادة أو يمكن فيه فئات كتيرة جدا سبتت الأسعار والزيادة يعني لتتعدى نسب بسيطة جدا فأعتقد أنها عادلة بالرغم من التكاليف وده دعم الدولة المصرية للثقافة ده دور الدولة في دعم الثقافة الحياة لن تتأخر أبدا الثقافة بتمثل في الحقيقة ركيزة أساسية جدا سواء كان لبناء الإنسان أو للحفاظ على الهوية المصرية اللي بتمثل نحن كمصريين لكن لو بنتكلم على النسخة الخمسة وخمسين لمعرض القيرة الدولي للكتاب بالتأكيد هي نسخة مختلفة هل تم خلاص بقى التوافق على شعار هذه النسخة وضيوف الشرف ولا لسه ده مسألة ده في الشرف السنة دي النرويج النرويج إن شاء الله ليه اخترتوا النرويج لأسباب كتير هي ممكن إحنا عندنا جزئين كان السنة اللي فات المملكة الأردنية الهجمية النرويج لها علاقة كبيرة جدا بالثقافة المصرية وفي روابط كتير ثقافية بيننا وبينهم إحنا دائما بناخد دولة عربية ودولة غير عربية فيمكن ده اختيار النرويج ويعني فيه إحنا يمكن عندنا جزئين في اللجنة فيه اللجنة الإدارية العليا وفيه لجنة اللي هي الفعاليات ده اختيار لجنة الفعاليات اللي هي فيها مجموعة من الأدباء والمثقفين اللي هم يعني بيبقى فيه أكذا طرح وبالتالي بيختاروا الدولة وعندنا الأسر سليم حسن كمان شخصية العام والأستاذ الكبير يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال الحقيقة ده يعني أنا سعيد جدا بهذا الاختيار ليه لأنه يعقوب الشاروني أسر المكتبة للطفلة العربية طبعا وله أياد بيضة قدم يعني أكتر من 150 عنوان في للكتاع للطفلة إعادة بقى أعماله سيتم نشرها بشكل مختلف يتناسب مع الشكل الحديث للأطفال اللي احنا بنتوجه لهم أصلا بأعماله وبالصدفة يعني عايزي ما نعرف الدور النشر بقى في الشخصية حظي حلو أنه رئيس مجلس دار الدار ما عارف اللي هي تسعين في الوقت من أدب من كتب يعقوب الشروني عندنا طبعا فهنا بنعمل طبعات خاصة لهذه الكتب وجناح خاص في معلومات كتيرة عن الأديب يعقوب الشروني والحياة هو كمان مستشار الأدب الأطفال عندنا كمان للمؤسسة فالحياة أنا أنا سعيد لأنه شخصية تستحق التقدير والاحترام على مستوى الوطن العربي ومش أول تكريم له ولكن التكريم من مصر وأنه يبقى شخصية العام في معرض الكتاب أعتقد أنه ده تتويج لرحلة كبيرة جدا للدكتور يعوب الشروني ربنا يعني متعب الصحة والعب يا رب الله معمين لا بسوى سعيد وإحنا نتكلم على طرفي المعادلة الأكثر تعقيدا في ظل يعني الانفتاح التوكلولوجي هو فكرة الناشر والقارق وإزاي الناشر يلبي احتياجات القارق وإزاي يكون القارق في محتوى جيد يجذب هذا القارق تحديدا للنشر اللي موجود بالنسبة لفئة الشباب دي المعادلة الصعبة بحي عوزي نتكلم عليها وتحديدا فيما يخص فئة الشباب لأن احنا عارفين ان احيانا بيكون فيه عزوف من الشباب على استخدام الكتب المطبوعة واللجوء إلى الرقمان حاول لحضرتها الأصل في الأشياء بالنسبة لعالم الناشر المحتوى صحيح كلما كان المحتوى جيد والناشر له رسالة وهدف فبيرتقي بالقارق وبيرتقي بالمجتمع لأنه دي بتساهم في بناء المجتمع صحيح اللي هو الانسان اللي هو الأساس نهضة المجتمع ففيه موجة طبعا الروايات ما زالت مستمرة ولها أثر يعني أنا لا أقلل من شأنها ولكن الناشر بصفة عامة مفروض أنه فيه موضوعات أخرى تساهم في بناء الإنسان بشكل مختلف صحيح هو ده دور الناشر وإن أبقى يمكن عملنا حاجة جديدة بالنسبة للملتحقين الجدد في اتحاد الناشرين المصريين ودي أول مرة يمكن على اتحادات العربية أنه تأهيل الناشر أنت داخل ليه داخل هذه الصناعة ليه لازم يكون ليك هدف عندك رؤية هتساهم في إيه إنما مش المحاكاة مش هتقلد غيرك صحيح وبالتالي كلنا هنقع فإذا كان فيه هدف وفيه تخصص كمان أنا مش هشتغل في كل حاجة وأنا لسه يعني مش عارف فلازم يحدد طريقه ويشتغل إزاي بنمده بالعقود بنمده بالكلام ده كله إنما فيه مجموعة سلبيات موجودة ما زالت موجودة في السوق اللي هو أحيانا المؤلف بيقع في فريسة لبعض الناشرين حتى غير أعضاء في اتحاد الناشرين وبالتالي لا يحصل على مستحقاته هناك بعض الموضوعات الخادعة يعني يمكن بيحاولوا أنه يعني خليها بالتعبير الصريح يضحك على الخار بعنوان لذيذ ولكن المحتوى بعيد تماما عن ما يعني عن المطمول اللي موجود صحيح دي أشياء الحقيقة أنا ضدها فمفهود أنه في كل مهنة فيه السيء وفيه الجيد وفيه الرجل الممتاز اللي عنده هدف بيجري بدليل أن إحنا عندنا ناشرين مصريين كتير جدا يمكن لسه قريبا ودين جايزة في معرض الرياض من أفضل الأعمال اللي موجودة لناشرين مصريين ودايما بنحصل جويس في كل المنتدات العالمية ولكن أنا بتمنى المزيد من المهنية لخدمة هذا الهدف والارتخاء بالإنسان إنما إتحاد الناشرين عمل إيه لصغار الناشرين يعني اللي لسه شباب خليه بقول هش لشباب الناشرين اللي لسه بيلتحقوا بمهنة النشر ولسه بيشوفوا حياملوا إيه غير التأهيل يعني هل عاملين مثلا بالتعاون مع الهيئة المنظمة للمعرض هل عاملين مثلا بارتشن أو حاجة تعاونية ما بين صغار الناشرين قبل المعرض وأثناء المعرض قبل المعرض أنا فيه دورات تدريبية وتأهيل وبنديل العقود المنظمة للعلاقة بينه وبين الناشر أو المطبعة وبعين فيه منصة بنعملها دلوقتي في الاتحاد إن هي كل مدخلات المهنة هتبقى موجودة على هذه المنصة بدلا من اللي هو وكيل وكيل المؤلف يعني ما عندناش في العالم العربي وكيل المؤلف أو إن هو يسوق للمؤلف والمؤلف يتفرغ لعمل ده هيبقى موجود على منصة اتحاد الناشرين وحيبقى موجود كمان فرصة للشباب اللي هو مصامم الغلاف المحرر المصحح وخلافه تجار الورق مستوريد الورق منتج الورق كل هذه الأمور هتبقى موجودة على المنصة نيجي بالنسبة للمعرض لصغار الناشرين المعرض بيقول إنه الحد الأدنى عشان طبعا نحدد مساحات لأنه طبعا لا تتسع لكل الناس من العرب والمصرين والأجانب فالمصرين لهم الأولوية فلازم يكون الحد الأدنى خمسين عنوان طب ما لا يتوفر له خمسين عنوان إصدار إصدار فما لا يتوفر له فالاتحاد بيقوم بالاتفاق مع هيئة الكتاب أو الوزارة اللي هي مستلل الوزارة الثقافة بناخد جناح لصغار الناشرين بإسم الاتحاد هلأ مش ممكن يتعامل نوع من أنواع نتملهم اتلاف نعم أو يكون مثلا كل 3-4 ناشرين لم يصلوا إلى الخمسين يجتمعوا مع بعض عشان يعملوا ده ما هو ده الجناح أنا بقول له أخد جناح كبير يتسع يعني أنا مبدئيا حوالي 45 متر يتسع لحوالي مثلا 10 أو 15 ناشر اللي هو لم يوفقه أو اللي هو لا تنطبق عليه الشروط لحجز مساحة اللي هي بتبدأ من 9 متر وهكذا ومضاعفات يعني فده عملنا السنة اللي فاتت والسنة دي إن شاء الله يبقى موجود ولو العدد عندي بعد بقفل باب التقديم لو العدد أزيد حزود المساحة بإذن الله وإذن الحياة ما عملوش في مصر إن شاء الله المساحة تزيد لأن إحنا بنتمنى طبعا وجود الشباب وصغار يعني وده رأس مالنا إن هو ده رأس المال الحقيقي اللي بتمتلكه الدولة المصرية والدماء الجديدة وهي ده العقول المصرية اللي بتفكر وبتواكب المتغيرات اللي موجودة وأصبح العمل الأدبي متغير بسبب تغير الثقافة وتغير الأجيال لكن العقول المصرية دائما ما تحافظ على الثوابت في هذا العمل تحديدا بنشكر حضرتك على أي حال الأستاذ سعيد عبدو رئيس اتحاد الناشرين المصريين شكرا شكرا لكم والمشاهدين الكرام كل سلامة طيبين وحيب صحة شكرا لكم